النزاعات والحروب والفقر والفساد انعكست تأثيراتها على حاضر براعم العراق ومستقبلهم محولتهم إلى فريسة سهلة للأمراض أو ليكونوا متسولين على قارعة الطريقة بينما عانى غيرهم من نقص التعليم والاستغلال والعمل القصري حيث يعاني أطفال العراق من الحرمان والنقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية وسوء التغذية في ظل صمت المطبقي من قبل الجهات الحكومية دوامة العنف الدائرة في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 والعملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية ضد تنظيم الدولة أضرت بحياة ملايين العراقيين لتترك واحدا من بين كل أربعة أطفال يعاني الفقر وترغم الأسر على اتخاذ تدابير غير اعتيادية للبقاء على قيد الحياة منظمة اليونيسيف قالت أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل عراقي أجبروا على التوقف عن الدراسة جراء المعارك التي شهيدها العراق مشيرة إلى أن نصف مدارس البلاد بحاجة إلى ترميم وإصلاح بسبب القصف العشوائي الذي تسبب بأضرار جسيمة في البنى التحتية لمختلف القطاعات المناطق المساعدة من تنظيم الدولة كانت الأكثر تضدورا من غيرها لأن فقدان الأسر النزحة لبيوتها فاقم من أزمة السكن القائمة في العراق لا سيما في الموصل التي دمر فيها أكثر من واحد وعشرين ألف منزل بحسب برنامج الأمم المتحدة للإسكان في العراق أما الأمم المتحدة فقد أكدت وقوع 150 هجوما على المرافق التعليمية و50 هجوما على المراكز الصحية فيما بيّنت أن نصف مجموع المدارس اليوم تحتاج لإصلاحات ضرورية وعلى الرغم من عودة بعض الأسر النزحة إلى بيوتها إلا أنه لم يكن لها خيار آخر سوى العيش في أنقاض منازلها في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأطفال وبدلا من قيام الحكومة بإيجاد حلول ناجعة لبناء المستقبل وعصب الحياة قام مجلس النواب بتشريع قانون يسمح بزواج القاصرات أي الأطفال دون سن التاسعة ليضيف معاناة جليلة إلى سلسلة طويلة من معاناة أطفال العراق